لتوفير خمسة ألاف فرصة عمل تدرس بلدية الزرقاء إنشاء مستشفى بكلفة تزيد عن 25 مليون دينار أردني رئيس البلدية عماد المومني قال إن المستشفى سيبنى على مساحة ثمانية دنومات وتوقع تأهيل متنزه بلدية الزرقاء ليكون جاهزا في منتصف العام الحالي لاستقبال العائلات ويتوزع في المحافظة التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون ونصف ثمانية مستشفيات اثنان منهما تابعان لوزارة الصحة ومستشفى تابع للخدمات الطبية الملكية وخمسة تتبع للقطاع الخاص